السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في قناة المطبخ الصحي التقليدي بسم الله وتوكلنا على الله ومن شاء الله هنشارك معكم وحد الخبز بدقيق الخروب اللي كي جيزوين وارطبه بدقيق شاعير يعني صحي وغداء متكامل يعني خبز في الحبوب والأعشاب اللي يتمنى كل واحد صراحة يتمنى لكل واحد يقول هاد الخبز هذا هانتو ما عندي هنا هادا طحين يزرع الكامل شوفو كداير رماشي كفارينا بنخالة ديالو رقيقة والغليطة هادا راه طحين تشعير ادارا لونو مغلوق رقيبا اكتاك بالكاميرا هانتو ما شوفونا نقرب شوية هانتو ما بنخالة اللي رقيقة محيت فاش كدديو الطحن وقلو يدعقوه مزيان يسحقوه باش مجيش ديك الخالة غليطة يعني ما كان غربلو لحت شي حاجا عندي هنا الخميرة البلدية هادا راه هادا صاوبتها يعني عدة جديدة انتو ما شوفوه بتمر درت فيها غلط لاتد الحبا ديالتمر انتو ما شوفوه تبارك الله كيفاش هادي الخميرة البلدية عندي هنا شوية غندير شوية القصبور ديروا الحوبوب اللي عندكم عندي هنا قصبور يابس وغندير شوية ديال الحلبة الحلبة مطحونة ره ها ما كدجيش باينة انا براسي ما كدش كنديرها ولكن هادي تاني مره درتها المره اللي فاتس وعجباتني ودبا رجعت كان صاوبها فيها ما كدجيش باينة انا حب رشاد هاد الحبوب كانت سلاتلي عاد كان خديتها وكان نقش شوية بشوية مازال ما خلطها احزري عالكتل مازالتا اي ما نقيتها عندي هنا يا النافع مخلط مع حبة حلاوة ديرا شوية شوية مخلطة هون عندي هنا يا الخروب مطحون هادا ديتو وح الكيميات ديتو طحنتو ودرتو وغربلتو ودرتو في قرعة الساج مخلطة هادا ديتو بالعظم ديالو ما تحيدولوش العظم غير ديورا كي تحنو كلو في مره غير مسحوه من الغبراء ومزيان في الدار وديوه ما يبسوا لأولو كان يابس احنا درت شوية ديال زعتر عندي مطحون ولي بغير دير الكروية يديرها اي حبوب عندكم في الدار كلها ديروها انا مادرش لخرقهم حيث دير الخروب باش ما يتبتلش اللي فاش كادروا خرقهم كي يجيلون ديال الخبص فيفر انا درت شوية زيت البلدية اللي بغا هدر شوية المدافي وغان عجنها مزيان وهاد الطحين را خصوه الماء لان بالخصوص فاش كي يكون في الطحين ديال شعير را خصوه الماء ودليك بزن زيان خصويت تدليك انا را غانو اسميتو غان قطع التان دلكوف اسميتو غان خلي را ما غان حيدوش انا عجنو معاه ما غان حيدوش وغان لكها مزيان وخصها تبقى خفي هي فب الماء هاتو ما شوفو كنبقى دبا نضيف الماء شوية شوية العجينك في ديرا يعني تمسكت ولا تموتا جانسة ولكن ما زال خصها الماء خصها دليكو الماء دبا كنبقى نقرش شوية 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 وكنبقى دليك هاتو ما بتنشو كيف بقى تخفيه فقاعة كده يا يعني راها كتل السق دبا غان نغطع ليها ونخليها تخمر بعد ما خمرات را خليتها انا تمنيت سوايا دبرا نغاب الليل يعني غان غان نخبزها شوفو كيفاش خمرات فلقصعة هادو تشقوقات راها بيعني بان را خبز خمرات لعجينة والكاخو الخبز تمو يعني را كل شي باين ولكن ما غلكمش ريحة ديال الخروب طالعا كتعطيه واحد كتعطي مادا قزوين وكتعطي واحد الريحة اللي غزالة ولي عندو نبق زيتا نبق دبرا نبق راهدو وقسو الإيسان يجيبو يمسحو ويدي يطحنو هنا هي غان هاد البلبولات الشعير هاد دقيق الشعير اللي غلات شوية وينفاش غان نقرسو انا اختصرت شوية بالفيديو وقورتو ودرتو منيشن في اللاطات ديالهم ونخلي مغرش ويا واحد عشرة دقائق ونخبزو او ما بعد ما تخبزو انتم الخبز ديال النكيجات يعني غتتاكلوا واحد الخبز اللي صحي والديد وقد تكم الريحة ديال الخروب طالعا فيه الشعير فيه دقيق القمح الكامل الخميرة بالليا والحبوب يعني واحد الخبز المتكامل غير طريف مع زيت زيتون في الفطور احسن بكثير منك تكون الماء يدعمها بالمواد الاخرى نتمنى يعجبكم هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته